ديلان الذي أخذت أحلامه وآماله من ناحية وبران الذي اضطر إلى الزواج لإنهاء الخلاف وإنقاذ شقيقه من هذه الدورة من ناحية أخرى سيكون أمام الجمهور بزهور الدم تعاني عائلات كارابي وديمير من العديد من الخسائر بسبب الخلاف المستمر منذ سنوات بينما تنجرف هاتان العائلتان من ماردين إلى اسطنبول فإن الأخبار التي ينتظرونها منذ سنوات تأتي إلى قصر كارابي تم العثور على دمائهم سيت لكن بران لا يريد إراقة الدماء ويختار طريق الزواج مع ابنة سيت ديلان على الرغم من شيوخ الأسرة لوقفه من ناحية أخرى يبع ديلان أحلامه جانبا ويوافق على هذا الزواج حتى لا يموت المزيد من الناس لكن هذا الزواج يكاد يكون سجنا لكليهما بينما اتخذ الاثنين خطواتهم الدافئة الأولى لبعضهم البعض تعهد دريا بإثارة الأمور مرة أخرى لحل هذه المشكلة بشكل جذري طرق متين باب الحج وذكر أن بران وديلان لم يكن لديهما زواج حقيقي فقد تم هذا الزواج لإنهاء الفلاف متين غاضب جدا من هذا الموقف وهو مصمم على تولي الموقف ولكن ليس هناك الكثير الذي سيفعله حيال ذلك الإثارة في ذروتها في أزهار الدم جمع بران كل شجاعته أعطت إشارات بأنها تريد زواجا حقيقيا مع ديلان ها هو بور بران لم يفتح قلبه بعد لقد أراد فقط أن يعيش كرجل متزوج وسلم ديلان خاتمه ديلان وبران على العشاء ديلان وبران يخرجان لتناول عشاء لطيف معا لفترة طويلة التقى الاثنان على مائدة عشاء بعيدا عن المنزل باستثناء المنزل حيث لم يكن هناك نقص في العنف والفوضى كانت هذه وجبة خاصة لديلان لأن التفاصيل الصغيرة التي قدمها بران عن نفسه أفارت رأى كيف يعرف نفسه جيدا خروج ديلان يتوافق مع اللقب كارابي الذي يذكره كل واحد إلى اثنين يقول إنه يتحمل مسؤولية انتجاه نفسه وأنه يهتم بها مثل ديلان مير أكل بران الكلمة من ديلان مرة أخرى بعد كل ما فعله بران كتب سلبيات إلى دار الجمهور سيفوز بران بقلوب أولئك الذين يشاهدون هذه الحلقة لأنه في النهاية يخرج شخص ما ويبلغ دريا دريا التي تنتقد ديلان باستمرار من حيث تجلس تضرب مرة أخرى في وجهها أن ديلان هي السيدة الحقيقية للمنزل فجر بران ورعد وأخيرا خفض الأشريعة في الماء بران الذي تعلم الحقائق ترك محرجا من ناحية أخرى يواصل ديلان الدفاع عن حقه من خلال عدم التراجع يمكننا القول أن بران أخذ نفسا عميقا بعد معرفة الحقائق حاول أن يتفوق على ذلك قائلا إنه لو ذهب إلى ديلان وأخبره منذ البداية لما حدث كل هذا يعود ديلان بهذه الإجابة التي ستجعل بران مذهولا يسأل عن سبب غضبه الحقيقي مذكرا بأن زواجهما ليس حقيقيا اهتز بران كما لو أنه سمع هذه الحقيقة لأول مرة تأتي ضربة لبران أيضا من أفضل صديق له كيرن يبدأ كيرن في التلميح إلى بران بأنه ليس فارغا تجاه ديلان يبدأ بران في الزائر في مواجهة هذه الحقيقة يبدأ كيرن بالضحك تحت الشارب لأنه يعرف صديقه جيدا لأنه يجب أن تحب هذا الوضع ديلان وبران الثنائي لا يمكن السيطرة على دموعهم كما قال الفرات أحاط الحب بالمدخنة ارتفعت أصوات القتال في القصر سيكون أهل المنزل فضوليين للغاية بشأن سبب قتال بران وديلان ديلان من ناحية أخرى لا يمكن أن يتحمل أن يقال عن شرفه أخرجت الغرفة غضبها من فلال صفع بران عندما كان بران مليئا بالفعل بالمعلم دفعت ورقة الملاحظات المليئة بالحب بران إلى الجنون دخل بران في نوبة من الغيرة لدرجة أنه يعتقد أن ديلان ينظر إلى ميتين مليئا بالعاطفة صاح ديلان أنه اضطر إلى تحمل هذا اللقب بينما دخل بران في أزمات الرفض أثناء حصوله على ما يريد بموقفه استضم بصخرة صلبة مثل ديلان الآن يمكنه الرقل أينما يريد كما يريد ابكي قليلا يا بران دريا كالعادة غيرت ما هو مكتوب على ورقة الملاحظات لغلي الأشياء وجعل ديلان يلعب عليها اعتقد بران أن شيئا ما كان يحدث بين ديلان وعشابي الآن بعد أن ظهرت الحقيقة نأمل أن لا تعتذر ديلان فاض صبر ديلان في أزهار الدم من ناحية أخرى أصيب بران بالجنون سوف يدرك بران الآن كيف كان يجب أن يعامل ديلان ويعتذر بغزارة دخل بران في رحلات غيرة غير ضرورية مع النص رأى نفسه كمنافس على الرغم من أنه بدى مضحكا ولطيفا في البداية إلا أن نهاية الحبل أفلتت بران هذه الحلقة أصبحت مجنونة حاول الرد على المرأة التي لم يتصل بها بلسم فهم الدريا نقطة بران الحساسة كما حاول أن يلدغ بران بكلماته لترك ديلان وميتين وشأنهما دريا عندما لا تستطيع قتل ديلان يمكنها حتى إعداد افتراء في هذه الأثناء لقد نفذ صبر ديلان ما قالوا من لا يتصرف مع نش يجب أن يكون الوحيد من لا يتصرف مع واحد هو الشر بينما استسلم ديلان لكل هذا الهراء أصبح غاضبا من خطوة بران الأخيرة وأوضح جيدا أنه يعرف أين يفعل ماذا ومتى وأين يتوقف فقد صفعة كانت ستجلب بران لنفسه وقد حدث ذلك وضع بران حاجزا بينه وبين ديلان ديسمبر لا يستطيع حتى أن يقول اسمه من الصعب جدا عليه تحطيم هذه الجدران عندما يبدأ قلبه في الضرب ضده وعندما يتورط الخوف من الخسارة فإنه ينفصل بين الاشتعال وعدم الرد لكن تعبير وجهه تعطيه بعيدا خاصة الوجه الذي يحمر خجلا عندما يغضب كما أصيب ديلان بالتوتر لأنه أصيب بالتوتر بسبب أولئك الموجودين على الطاولة كان قلقا بشأن سماع الكلمات بجانب الضيف استمع بخوف إلى ما قاله معلمه لكننا كنا نعلم جيدا بالفعل مدى نجاح ديلان وتصميمه زهور الدم انتهى فيديو معلوماتنا هنا لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات ترجمة نانسي قنقر